وإلى غرائب البشر مكعب الروبك اللعبة أو اللغز ثلاث الأبعاد واللي اخترع عام 1974 ويعتبر من أكثر الألعاب مبيعاً في العالم الهدف هو توحيد الألوان على كل جانب من المكعب بسرعة الموضوع مش بالسهل ممكن أنه يستغرق ساعات بالنسبة لأيام ولكن في ناس أخذوا هذا التحدي لمستوى مختلف تماماً هذا هو نيتين سبرامينيان أميركي صاحب لقم أسرع حل مكعب الروبك في السماء قام بالقفز الحرب المظلة من الطائرة وبدأ مباشرة بحل اللغز وستطاع أن يفعلها في 30 ثانية و14 ملي ثانية وفي سنغفورة قام ديرلين تان هونغ آن بحل اللغز ورأسه مغمور بالمياه وهو حابس النفس تمكن من حل 16 مكعب في 3 دقائق و47 ثانية ونفس الشخص قام بحص لقب قياسي آخر بحل خمس مكعبات بيد واحدة وتمكن من ذلك في غضون دقيقة و21 ثانية يمكن أن تكشف الأظافر عن صحة الإنسان الأظافر السليمة تكون في العادة قوية ومرنة وملساء ولونها لامع وأي تغييرات تطال الأظافر زي مثلا ظهور بقع بيضاء أو تشققات أو تشوهات هي في الواقع إشارات إلى أمراض معينة ومن المطلوب اجتماعيا كما نعلم من الجلسين الاهتمام بمظهر الأظافر لأنه يندرج تحت حسن المظهر ولكن ما سنستعرضه الآن له علاقة بالأظافر وليس بحسن المظهر موسيعة جنسة القام القياسية شجلت اسم هذه السيدة أيانا وليامز كصاحبة أطول أظافر في العالم بعد ما أبقتها لمدة 30 عام طولها وصل إلى 733 سنتيمتر وقررت أخيرا أن تقصها لتصبح قادرة على القيام ببعض الأنشطة مثل غسل الأطباق على حد قولها ولكن هذا ليس كل شيء انظروا إلى هذا الرجل شريدار شلال من الهند صاحب الرقم القياسي لأطول أظافر في العالم ليد واحدة وسجل فيه موسوعة جنس القام القياسية أبقى أظافر لمدة 66 عام بعد ما بلغ طولها 200 سنتيمتر وقرر أخيرا قص أظافر لعرضها في متحف في لويات المتحدة الأمريكية وفي عملية جراحية تم قص أظافر وقال شلال أصبحت مسنن وأصبحت حياتي بأظافري صعبة للغاية ورغم أنني أفتقد أظافري إلا أن قصها كان تحررا هذا كان كل ما لديه في فقرة من حول العالم لهذا الأسبوع أرجع لعلي وأسأل عن موضوع الأظافر ما رأيك بالله ويحتفظوا فيها بمتحف هذا شكلهم يحتاجون لهم بنك للأظافر ليس معقول ليس معقول هذا كيف يمكن أن يعيش 66 عام غريب والله غريب يقول لك الجنون فنون طبعا وكل الجنون والفنون موجودة في فقرة من حول العالم كل أسبوع أنا أشهد والله كلنا في عقله راضي إلا رزقه تسلم على الله تساهل إن شاء الله شكرا يا أهد شكرا لك يا علي شكرا لك